انبارح الحمد لله كان عندنا صبق مهم جدا وقبل الاعلان الرسمي لما اتكلمت على تعينات حكام المباريات الدوري بشكل عام ورحت واتكلمت على حكام مباراة الاهل وبرامتس واتكلمت ان في اعتذار من الكابتن محمد عادل الحكم الدولي عن ادارة هذه المباراة بسان خلافات موجودة في ملف التعينات بعض اعضاء اللجنة او احد اعضاء اللجنة المسؤول عن التعينات بيختار حكام يعني بيثق فيهم بشكل خاص هل ممكن اقرب لي من حكام اخرين لها تفسيرات كتيرة يعني لكن كان في زعل عند عدد كثير جدا من الحكام الدوليين ويمكن معظمهم دلوقتي في البطولة العربية اللي هتنطلق نهاية هذا الاسبوع ولكن كابتن محمد عادل اعتذر عن ادارة المباراة وقلت امبارح في ضمن الكواليس ان تم تكليف الكابتن محمود ناجي وبالفعل دل اللي حصل والاتحاد اعلن امبارح على صفحته الرسمية تم تكليف الكابتن محمود ناجي بادارة المباراة وقلت كمان في اختيار طاقم التحكيم ان الكابتن محمود ناجي لم يدير السنادي اي مباراة للأهلي ولم يدير السنادي اي مباراة البراملز عشان بس تأكيدا للمعلومات اللي احنا بنقولها لحضراتكم لان احنا قدر انكمل حاول نعرف ما يدور في الكواليس لان الاهلي لما فتح ملف التحكيم من اكتر من سنتين مستمرين في متابعة هذا الملف والسنادي والأهلي فاس بالدوري بيتكلم برضو في هذا الملف واحنا شايفين فيه اخطاء موجودة السنادي مش على المستوى الفني بس لا اصلا في تركيبة ملف التعينات اللي موجودة داخل لجنة الحكام المعلومة اللي بنقولها الحمد لله تخلص الحلقة من هنا على بالليل بتلاقوا القرار الرسمي طالع بنفس الكلام اللي احنا قلناه في الكواليس لان احنا دايما الهدف بتاعنا المصلحة العامة الهدف بتاعنا ان الحكم الفني المتميز هو اللي يدير المباراة الحكم اللي صاحب الاخطاء الفنية الكبيرة يبتعد شوية عن ادارة المباراة دا لو فيه تطوير اكيد المنظومة هتشتغل بالنطاق دا لكن طالما ما فيش منظومة شغالة بالشكل دا يبقى ما فيش تطوير يبقى احنا كده بس عامين كلمة تطوير حبرة على ورق ما بيحصلش فاللي بنقوله بيحصل قلنا عادل اعتذر الناس كلام برح بتتكلم على هذا الخبر قلنا كابتن محمود ناجه يدير المباراة النهاردة فعلا اتحاد الكرة بعد اعلانه بشكل رسمي كابتن محمود ناجه يدير المباراة يبقى لما نتكلم الفترة الجاية على التطورات اللي هتحصل في اعالي تشكيل لجنة الحكام اعرفوا ان الفترة الجاية المفروض يحصل تغيير في نطاق معين لان التغيير دا لو ما حصلش اكيد هتفهموا مين المسؤول على عدم احداث تطوير في المنظومة التحكمية عشان ساعتها نبقى احنا خلاص بقى مسكنا الازمة جاية منين ومين المسؤول عنها وهل هو مش عايز اطور ولا الموضوع جاي ازاي انا بس بماهد عشان اللي جاي احنا على مدار الموسم بنقول معلومات والناس الحمد لله بتصق في كل معلوماتنا وبتتحقق اذا ما كانش في نفس اليوم بالليل تاني يوم بيطلع القرار الرسمي الايام اللي جاية هكشف على جزئية مهمة جدا متعلقة بالتحديث والتغيير اللي هيتم في لجنة الحكام بس التحدث والتطوير ده لو ما حصلش ساعتها نقول مين اللي عامل الازمة ومين اللي مش عايز يحصل تطوير في المنظومة التحكمية لأسباب شخصية